بدأت فعاليات الاجتماع الدولي للأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية الذي تستضيفه مملكة السويد على مدى يومين بمناسبة مرور خمسين عاما على انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية الذي أفضت فعالياته إلى تطوير القانون البيئي الدولي وإنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة افتتح الاجتماع الملك كارل السادس عشر روستاف ملك السويد وبحضور أمين عام الأمم المتحدة أنتوني غويتريش الذي دعا القادة إلى اتخاذ إجراءات عالمية أكبر لحل أزمة كوكبنا الثلاثية وفي الاجتماع قدمت سفير اليمن غير المقيم في السويد سحر غانم قدمت بيانا باسم الجمهورية اليمنية حيث أكدت بأن الاجتماع يعد فرصة للعمل على تعافي الكوكب وإحداث تحول حقيقي والتزام متجدد بفكرة المسؤولية الجماعية وأكدت على أهمية تقييم المرحلة السابقة بنجاحاتها وإخفاقاتها من قبل المجتمع الدولي والبحث عن خيارات وفرص أفضل لمستقبل البشرية ولخصت السفيرة أهم التحديات التي تواجه العالم النامي ومنها اليمن وفي مقدمتها الاحتباس الحراري وارتفاع معدلات درجات الحرارة وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث بالمواد الكيميائية ونفايات البلاستيكية وانتشار الأوبئة والميكروبات وتدهور خدمات النظام الإيكولوجية كلها تحديات ومهددات غير مسبوقة للبشرية والسفيرة طالبت دول العالم بالوقوف إلى جانب اليمن في وجه صلف ميليشيات الحوثي التي تهدد الإنسان والطبيعة والبيئة البحرية والتنوع الأحيائي وتضرب الاقتصاد العالمي حيث تقوم من ضمن جرائمها الأخرى باحتجاز أكبر خزان نفط عائم وهي سفينة صافر المتهالكة المتوقع غرقها أو انفجارها والتي تحمل أكثر من مليون برميل من النفط الخام وتمثل قنبلة موقوتة في أهم ممر عالمي لإمدادات النفط والغذاء ومرات التجارة الدولية في البحر الأحمر كما أشادت بالدور الأممي ومملكة هولندا في تنظيم المؤتمر المانحين لتمويل خطة لحل مشكلة الخزان المتهالك وبكافة دول العالم التي ساهمت بمشاركتها السخية فيه ونتمنى من الآخرين الانضمام لهذا الجهد ودعت في كلمتها دول العالم المتقدم على أهمية الوفاة بالتزاماته في مساعدة الدول النامية والأقل نموا ومنها بلادنا في حشد الموارد وتسهيل الحصول على التمويلات لتنفيذ المشروعات البيئية وتعزيز فرص التدريب وبناء القدرات وتسهيل نقل التكنولوجيا